اشتركوا في القناة و يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا و إياكم النفع و الفائدة إخواني الكرام و أخواتي الكريمات لا زال الحديث موصولا حول الأحكام المتعلقة بالزكاة و لا شك أن هناك من الأحكام التي تتعلق في واقعنا المعاصر و النوازل الحديثة مما يستدعي الإنسان إلى معرفتها و الوقوف عندها و معرفة حكم الله تبارك و تعالى فيها أريد أن أتكلم في هذه الحلقة عن ما يتعلق بزكاة الديون و الدين قبل أن نذكر ما يتعلق في أحكام الزكاة يجب أن نعلم أن الاقتراض الأصل أنه جائز و مباح إذا وجدت الحاجة و أقصد إذا وجدت الحاجة لأن بعض الناس تعود على الاقتراض دون أن يكون محتاج إلى هذا القرض فيتساهل بعض الناس في القرض يوما بعد يوم و يعجز بعد ذلك عن الوفاء و السداد و ربما أصبح هذا الإنسان معسر و ربما ضيق على نفسه و على أهل بيته بسبب هذه الديون المتتابعة و للأسف الشديد بعض الناس أحيانا مما يشجعوا على هذا الأمر هذه الإغراءات الكبيرة التي تقدمها البنوك و الشركات و التي للأسف الشديد لم تراعي اليوم قضية تقنين و ترشيد قضية القرض النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اقترض لكن هذا القرض الذي اقترضه كان قرض لحاجة صلى الله عليه وسلم فالقرض ليس ممنوعا لكن ينبغي الإنسان أن يترفع و يتجنب الاقتراض إن كان غير محتاجا إلى ذلك و لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب فقال بعض الصحابة يا رسول الله إنا نراك كثيرا تستعيذ بالله من المغرم يعني ما هو السبب ما هو السر و يقصد بالمغرم الذي هو الغرم الذي هو الدين قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا غرم حدث فكذب و وعد فأخلف إذن الإنسان كلما كان محتاجا إلى القرض لا مانع من ذلك لكن أن يكون هذا الأمر دائم عند الإنسان و مستمر دون أن يكون محتاجا لذلك أو ربما ينفق حينا فيه كماليات كان يسعه أن يستغني عنها لهذا لما جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه و أرضاه قال له وهو يطلب من عمر أن يعينه فقال عمر رضي الله تعالى عنه اذهب فإننا لا نعينك أو كلما اشتهيت اشتريت يعني ما هو بالضرورة اليوم أنك تجاري الناس بعض الناس الأسف الشديد يعرف أنه سيضيق على نفسه و يعسر على أهل بيته و مع ذلك يقترض مرة تلو مرة في كل سنة لا بد أن يسافر و هو يحمل نفسه ديون و يرجع السنة كله و هو في ضيق و إذا رأى سيارة جديدة ذهب و اشتراها ربما يكون عنده سيارة تكفي أو تغيرت الهواتف راح يغير هاتفه أو الأثاث راح يغير الأثاث و دون أن يكون محتاج إلى هذا القر فينبغي الإنسان حقيقا أن يرشد و عليه كذلك أن لا يستعجل و عليه أن يتأنى و عليه أن يفكر في عواقب هذا القرب و ما يقول إليه في المستقبل و ما هو أثره على أسرته و أولاده و على معيشته و راتبه هذا هو الأمر الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه و أيضا مما يعني يعنى بما يتعلق في قضية الزكاة أن الشارع الحكيم من الأصناف الثمانية الذين الله جل و علا حددهم من المستحقين للزكاة هو هم الغارمون كما قال عز وجل إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فالغارم هو الذي اقترض اقترض و هذا يستحق من الزكاة سواء اقترض لمصلحة نفسه و أهل بيته أو كذلك اقترض لمصلحة الآخرين كأن اقترض مثل أن يصلح بين متخاصمين فهذا غارم و هذا غارم و ليس الغارم ذاك الذي يأخذ الأموال و ينفقها في الكماليات أو عنده سفه في الإنفاق و الصرف هذا لو أعطناه من الزكاة سيتمادى مرة بعد مرة بل ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا كان غارما حتى لو كان غرمه بقرض ربوي لكنه تاب و ندم و استغفر و رجع إلى الله عز وجل و تحسر على الاقتراض الربوي فمثل هذا يجوز إعطاء من الزكاة إذا كان عاجزا عن السداد تشجيعا له على التوبة و ترغيبا له فيها نعود إليكم أخواني و أخواتي و مع هذا الموضوع المهم و هو المتعلق بزكاة الديون أولا يجب أن نقسم الدين إلى قسمين قسم ديون للإنسان على الآخرين و قسم ديون للآخرين على ذلك الإنسان أما بالنسبة للديون التي لك على الآخرين هذا المال السؤال هنا هل هذا المال يزكى؟ أهل العلم يقولون أن هذا الإنسان المقترد منك المدين واحد من أثنين إما أن يكون قادر على الوفاء غير مماطن متى ما طلبت منه المال أرجعه لك فهذا المال مثل المال المودع كأنه مال وديع موجود فمباشرة هذا المال مباشرة تحسبه مع مالك وتزكي في كل سنة جلس سنة سنتين لأن هذا المال مثل المال الموجود متى ما أردته و طلبته أخدته القسم الثاني وهو الدين الذي يكون على إنسان مماطل أو إنسان معسر يعني ليس عنده قدرة على السداد و إنسان مماطل ليس عنده حقيقة أيضا نية لأن يوفي هذا الإنسان ما هو ما هو تصرف هذا الإنسان الدائن هل يحسب هذا المال مع زكاة هذا الصحيح أنه لا يحسب هذا المال مع زكاة و إنما إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة ما دام أن الدين على مماطل أو معسر فيزكيه لسنة واحدة و لو كانت عنده لمجموعة سنوات فهذا هو الذي النوع الثاني من أنواع المدينين القسم الثاني و هي الديون التي عليك الديون التي عليك اليوم إما ديون حالة أو ديون مؤجلة فالديون المحالة هذه لا تحسب الزكاة فيها لأن هذا المال أصلا ليس لك بل يخصم هذا المال و لأنه سيرجع إلى صاحبة فإذن هذا المال يجب أن يقدم حتى على الديون الديون تقدم أيضا على الزكاة و بعد ذلك يخرج الإنسان الزكاة و النوع الثاني و هي الديون التي عليك اليوم نقول الصحيح أن الديون التي عليك تخصم من المال الموجود عندك بمعنى و ثم الباقي يزكيه بمعنى عندك عشرة ألاف و عندك دين خمسة ألاف فنقول الزكاة فقط في الخمسة الأمر الثاني أو الصورة الثانية عندك عشرة ألاف و الديون التي عليك مقصدة قيمتها عشرين ألف دينار تدفع مثلا في كل شهر مبلغ معين و الصحيح أيضا أن هذا المال لا زكاة فيه لأن العشرة أقل من الدين التي هي العشرين فلا زكاة فيه لأن الموجود أقل من المطلوب فلا تجيب الزكاة على هذا الإنسان حتى يكون المال الذي في يده زيادة على المال الذي هو مال الدين هذا هو المتعلق بزكاة الدين الذي لك على الآخرين قد يقول الإنسان طيب هذا الديون مؤجلة هل أيضا أخصم من المال الموجود هذا الديون المؤجلة يقول كذلك يخصم لأنها تعتبر ديون وفي كل سنة تخصم الموجود الديون من الموجود وتزكي ما بقي معك من مال هذا ما يتعلق في قضية الدين الأمر الثالث وهي معادلة إخراج الزكاة اليوم بعض الناس عنده تجارة وعنده نقد وعنده بضاعة وعنده ديون وعليه ديون ماذا يفعل هذا يسميه العلماء الوعاء الزكوي كيف نخرج الزكاة نقول باختصار الوعاء الزكوي أن تقيم البضاعة الموجودة عندك ثم تجمع معها نفترض أنها عشرة ألاف مثلا ثم تجمع النقد الكاش الموجود عندك نفترض أيضا أنه عشرة ألاف هذه عشرين ألف ثم تجمع الديون التي لك على الآخرين الديون على غير مماطلين نفترض أنها عشرة ألاف لو جمعناها صارت عشرة فعندنا الآن عشرة نقد عشرة بضاعة عشرة ديون لك تخصم منها الدين التي عليك نفترض أن الدين التي عليك 15 ألف دينار إذن الزكاة فقط واجبة في 15 ألف دينار ولا تجفل 15 ألف الأولى لأنها هذا هو نتيجة أو معادلة إخراج الوعاء الزكوي أسأل الله لكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والحمد لله رب العالمين